مملكة البحرين مملكة البحرين والتطور الاقتصادي التي تشهده المملكة فهذه القفزة النوعية في قطاع المعارض والمؤتمرات جاء ثمرة للتوجيهات الملكية بقيادة جلالة الملك المعظم واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي انعكست جليا على موافرته المملكة من مقومات تنظيمية ولوجستية لمركز البحرين الجديد في منطقة الاسخير وياتي اهتمام المملكة بهذا القطاع الواعد انطلاقا مما تكسبه هذه الصناعة من اهمية متزايدة خلال السنوات الماضية باعتبارها احد المؤشرات على الثقة الدولية فيما تمتلكه الدول من بنية تحتية قوية وما لديها من طاقات بشرية وتقنيات متطورة وما تنعم به من الامن والاستقرار فقد تمثلت اهمية افتتاح المركز العالمي الجديد بالاسخير في كسب العديد من المكتسبات من ابرزها المساهمة في تعزيز تنافسية المملكة كوجهة سياحية واستثمارية لكونه يشكل احد الصروح الرائدة التي تعكس العزيمة الوطنية ضمن الرؤية الشاملة للنمو الاقتصادي والسياحي الى جانب الموقع الجغرافي والطاقات البشرية التي تتحلى بأعلى درجة الكفاءة والتميز ولا شك فيه ان المركز وما يشتمل عليه من امكانيات تقنية وتنظيمية سيعزز حضور المملكة على الخريطة العالمية للمعارض والمؤتمرات ومن المؤمل ان يستغطب هذا المركز الجديد العديد من المعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها توفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بما يجعل المملكة مقصدا للشركات العالمية وواحدة من الدول الرائدة في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر